اشتركوا في القناة لا إله إلا الله حظك في الدنيا ألاقي الأوعى عهد يعني أنت رأيك ما قولهاش دلوقتي إيه وعي خالص استني شوية لغاية ما نشوف الدنيا أحصل فيها إيه لا إله إلا الله ألا بقولك سهل نال نعم تفتكر أحد الزعلت من اللي عملته مع الولى هشام ابنها مبرح؟ لا وحتزعل ليه أنت أصلا لو ما كنتش عملت كده كان زمان هشام دلوقتي طلع من البيت ومش عارفين نوصله لحد دلوقتي مش كده ها والله أنا بس خايف لأتكون فهمة الموضوع غلط وابنها برضو بس والله أنا عملت عشان مصلحة أنا بحس إن الوقت دبني بالزبط ما تخافش هي ما زعلتش ولا حاجة بس خف أنت الحنية شوية وكل حاجة تمشي معاك عادي الله طم أنت قطع حنية خلص وما فيش حاجة ماشية معاك عادي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنا قلت السلام عليكم اعتبر نفسك قلت دعب على تسعة إن شاء الله أنا ما سألتكش هترجع إمتى اعتبر نفسك سألت لا إله لله وأنا اللي بسألوا الراجل مات من إيه نعم نعم الله عليك ترجمة نانسي قنقر